السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحر إذا نتبعد إليكم لا تنسوا تعمل الاشتراك في القناة والآن نوفقكم بالخبر العاجل بوليتيكو الوليات المتحدة تدرس خيارات الرد على الحسين ذكرت صحيفة بوليتيكو الإمارات الأمريكية أن كبار المسؤولين في إدارة جوبايدن يدرسون خيارات الرد على الحسين في اليمن وتسعى الوليات المتحدة وحلفاه إلى رد على الحسين بعد أن شنت الجماعة المدعومة من إيران هجمات جديدة على سفن بحرية وتجارية في البحر الأحمر ونقلت بوليتيكو عن أحد المسؤولين المطلعين على الموضوع قوله أن البنتون قام في الأيام الأخيرة بنقل حاملة الطائرات USS Dwight D. Einhauz إلى خليج عدن قبل السواحل اليمن لدعم الرد الأمريكي المحتمل على الهجمات وضف أن الجيش الأمريكي قدم أيضا للقادة خياراتنا لتنفيذ ضربات ضد الحسين وذكرت الصحيفة الأمريكية أن إضارة بيض كانت مترددة في الرد عسكريا على هجمات الحسين خوفا من استفزاد إيران التي تدعم حماس وحزب الله والحسين مضيفة لكن الالتفاع الكبير في الهجمات في الأيام الأخيرة قد يدفع كبار مسؤولي الأمن القوم الأمريكي إلى تغيير حتابته وتتجه المشاورات داخل البنتوون نحو تحديد ما إذا كانت هذه الضربات المحتملة ستستهدفها مباشرة أهداف عتكريا للحسين في اليمن وكان مستشار الأمن القوم الأمريكي جيكا ثليفان أكد في وقت ثابق من هذا الأسبوع أن واشنطن تعمل مع المجتمع الدولي التعامل مع تهديد الحسين وبهذا قد أوفيناكم بهذا الخبر العاجر لا تنسوا الاشتراك في القناة في زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته